السلام عليكم اخوتيك يا عملي لبس عليكم. نتمنى هالفيديو يلقاكم بخير والاخير. اليوم هنشارك معكم واحد العشاء. يجي خفيف وضريف بالشيفلور. الشيفلور هو القرنابيط. المهمة عندي تمك الشيفلور قطعته في ديكتو التاقرة. تقطعه في الطاجين في معجبكم. المهم هذا هو الشيفلور قرنابيط. قطعته تمك رقيق. بشي طيب دغية. وهذا المهم عندي تمك قصبور قمعد النوس قطعتهم حتى هما. عندي تمك واحد سودانية ولكن هذيك مشي حرة ما خرجتلي شي حرة. حرة مهم حرغي شي شوية وصافي. كتبانش. وعندي هنا شوية ديالت حميرة. وعندي شوية دل خرقوم وعندي شوية دل ملحة وشوية دل كامون وقصبور وحبوب مطحون. زريعة دل قصبور. صافي المهم السودانية كيما قلت لكم. إلا كانت حرة ما تديروها شو كانوا عندكم دلاري. أنا هذيك ما خرجتليش حرة. أولا كديرو سودانية هكا غبرة يعني مطحونة باش كتتحكموا في الحرورية ديالها. صافي هنا يا كيما قلت لكم راه قطعته رقيق باش يطيب ضغية. وغادي نزيد عليه داك القصبور ومعد نوس. وغا نقطع ديك السودانية عليه. هاد طبق ديال الشفلور. جربت وانا زعمك يجيبنين كانت منكم زعمك تجربوه. وغادي نقول وإلا لاحظوا معي. أنا ما ديرلوش التومة. وموهم أنه أغلبية ديال أطبق لي كيكون فيها البيض. ما كان ديرش فيها التومة. لان التومة كتجيني بحلة ما كتجيش مع البيض. حل البيض سفر مع التومة ما. المهمة بغيتو نضع زعمات ديرو تسومة ديرو تسومة المهمة هالطبق هدا عند كتير فيها البصلة خضارية هذا الوقت ديال الشيف لور نستغل الوقت ديالو وندخلو في الاطباق ديالنا مقاش نديرو غيفة الطاجين كين اللي كي دير به شلاده خضر كي يكلو هكك خضر صراح انا مع مري ما جربتو شلاده هكك خضر انا كنديرو زعلو كي يرا سبق لي درتو حل فيديو ديالو زعلوك مع اخي الزولة مع القرعة الحمرة كي يجي بنين وزوين صافي هنا كي مشتو معي راه ترك القصبر ومعدنوز ديرت ديك العطرية وكنزيدو نصف كس ديال الماء وغادي ندي هي طيب على عفية مهيلة وغا نغطيه وغا نخلي هي طيب كنحركوا ديك العطرية معهم زيان وكنخلي وهي طيب حتى كي طيب لي ناشي فلور عاد غادي نزيدو عاد عن زيد عليها البصلة نقطع ذاك البصلة الخطارية اللي كتشوفوا معايا تماما غادي نقطعها رقيقة وعد باش عن زيدها عليه هاديك البصلة خطارية عندي تمك بصلة وحدة خطارية وهدو كل ورق ديال البصلة أنا الورق ديال البصلة ما كان لحهم شو ما كان خليش الخطار يقطعهم لي كنخليهم كنستعملهم بحلها كفهد مع البايد كنستعملهم بحلها كمع الشيفلور مع البايد مع مع السردين كفتا مع الشلادة يعني ما نضيعوش لورق ديال البصلة رامو فيدين بزاف وحتى القرنابط رها زوين هو القرنابط كي قوي المناعة وهذا الوقس دياله سوف نضيفه معايا تطاب لي الشيفلور مع ذيك العطرية اللي درت وتزيد العود راشلا كي ملاحظوا معايا أنا بقى ما درتش زيد العود حتى كي يطاب لي الشيفلور راعد كندير عليه هاد البصلة والبصلة كنخليها هكا خضرة سوف نحركها مزيان مع ذيك الشيفلور ونضيف مع هاد طابقات هاد غن نضيف مع هاد البيض البيض بالدي المهم البيض كتديروه على حسب العدد الأشخاص بحل ده بقى ندرت سبعات البيضات ستا ديال الصفر ديال البيض عن حطهم هنا يفتاجين وواحد البيض عن خليها مع ذيك بيض البيض هاد باشا عن طربهم المهم سوا ما غد تسبعو معيش شوفوني شونه غاد يندير سافي هنا يا البصلة را ما غديش نخليها أنا الطيب البصلة كي غادي نديرها غرق نحط عليها البيض كانت منكو مزع ما تشربو هاد طابق هاد راه كي جي بنين وكي جي عشا ساهل ماهل المهم ما عديش نقول لكم اقتصادي لان البيض بلدي شوية طالع في الثامن بحل حناية هنا يدب فقادير عدنا البيضة واحدة بجوج دراهم البيض بلدي هذا اللي كتشوفوا معي البيض بلدي المهمة نراه في قصته تمام عمقنه الصفر وكل واحد بحل قلته كل واحد عاني ندير له صفر ديال البيضة عاني ندير له بلاسته نضغي الصفر نضغي الصفر نضغي الصفر ديال البيضة عاد غادي نطرب ذاك البيض ديال البيضة هو وبيضة واحدة نخليها كاملة تماما القرنابي بالدبار ها موجود في السوق ورخص نستغيل و прогسثة쟁 جوّن نقوم بلدي ا dwelling اضع المنظر اضع الملح اضع الملح وصلح الملح 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 estéر العض بالخطة تغطي البيض و تجعل البيض يطيب على خطر مع البصيلة اضغيكي و الجد و ازعمه سهل يطيب البيض نرش بشوية الزعتر نرش بشوية الزعتر و اضغيكي نرش بشوية الزعتر و اضغط زيتون من فوق و اضغط زيتون من فوق اضغط زيتون من فوق اضغط زيتون و اضغط زيتون ديرو انا رغي انسيتو صافي وكن قدموك ما كتشوفو معايا وكنتمنىكم زعمة تجربوه ركي جيزوين على ضمانتي زعمة وتبعو عرما راحي اللي درت والمهم كانتمنىكم تجربوه وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وكنتمنى ليش في القناة الاول مرة يتقابونا معنا ويدق على ذيك الجارس باش اللي لادرت شي حاجة جديدة كتوصلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته